بحث المجلس البلدي الاشتراطات والمواصفات الخاصة بمباني المشاريع المتكاملة والمتميزة المجلس خلال جلسته الختامية الطلع على توصيئة عدد من الإجان الفنية ووفق على جملة من الاكتراحات والطلبات المقدمة من بعض الجهات الحكومية ناقش المجلس البلدي في جلسته العادية الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المشاريع المتكاملة والمتميزة كما بحث المجتمعون توصيات اللجنة القانونية والمالية عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال تقدم باقتراح بمبادلة وبيع الأراضي في المدن الإسكانية الجديدة في خطوة من شأنها تحفيز وترغيب المواطنين انطلاقا من ضرورة التوسع في المدن الجديدة بناء على دراسات التخطيط والتوسع الحضري في ظل النمو السكاني المتسارع وأكد كمال على أهمية تشجيع الشباب وعوائلهم على الاستقرار الأسري والخدمي في هذه المدن الجديدة وهو ما سيساهم بدوره في الحد من ارتفاع أسعار الأراضي وكبح جماح أسعار الإجارات والقضاء على الازدحام المروري من جهتها أوصت لجنة حولي بالموافقة على اقتراح العضوين الدكتور حسن كمال ويوسف الغريب بشأن استحداث مخرج على طريق الشيخ زايد بن سلطان الدائر الخامس فيما نظرت اللجنة في طلب وزارة الشؤون بتخصيص مساحة لتوسعة مركز خضار حولي الواقع ضمن المركز الإداري والتجاري وعوصت بالموافقة عليه